ويديني المهارة ان شاء الله هقولك ازاي تبدأ في مجال الجرافيك من الصفر وكمان هقولك على اهم البرامج واهم المهارات المفروض تتعلمها في كل تخصص وكمان هقولك على اهم المصادر تقدر تعلم منها في كل تخصص عشان تبدأ صح وتختصر نفسك وقت ومجهود من غير كلام كتير انزل دلوقتي حالة ندوس على زرار اللايك ودوس على زرار السبسكرايب عشان مايفتكش كل جديد ويلا بينا نخش في التفاصيل السلام عليكم ازاكوا شوالك يا رب تكونوا بخير وفسعدة انا محمد علي ودي قناة نور ديزاين وصوا بقى مجال الجرافيك مجال كبير جدا واسع جدا وصعب انك تلم بكل المجالات في وقت واحد فمهم جدا انك تختار تخصص معين وهو ده اللي تكمل فيه وعشان تختار التخصص ده محتاجك ترجع معايا الورا كده وتسترجع معايا اول مرة سمعت فيها عن الجرافيك كان فين وازاي وليه عشان غالبا هي دي الحاجة اللي حبيبتك في مجال الجرافيك وبالتالي هي دي الحاجة اللي انت هتحبها وتكون شغوف بها وهتبقى عاوز تكمل فيها فبعد ما تخيلت الموقف اللي حبيبك في الجرافيك خليني استعرض معاك المجالات المختلفة للجرافيك عشان تقدر تحدد ايه هي الحاجة المناسبة لك اكتر انا هقولك على كل تخصص المسمى الوظيفي ليه اسمه ايه ايه البرامج اللي محتاج تتعلمها وايه المصادر العربية المجانية اللي تقدر من خلالها تبدأ في المجال رقم واحد انك تكون visual identity designer او logo designer او branding designer او بمعنى اصح مصمم العلامات التجارية او الهوية البصرية التجارية للشركات ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل الشكل العام والهوية البصرية للشركة يعني مثلا شركة زي مكدونلز لها logo معين حرف الام لها الوان معينة اللون الاصفر واللون الاحمر فانت لو شفت الالوان دي من بعيد وقلتلك ان دي شركة اكل على الرغم ان انت مش شايف شكل المحل ده بس هتبقى متأكد ان دي مكدونلز وده اللي الشركة عملته ان هي زرعت في دماغك ان الالوان دي بتاعتهم اللوجو والشكل ده بتاعه فبالتالي قدرت ان انت تعرف تتعرف عليهم في كل وقت مصمم الهوية البصرية للشركة هو اللي بيعمل الكلام ده بيبتدي بالشعار او اللوجو للشركة بعد كده الالوان المستخدمة اللي هتستخدمها الشركة بعد كده كمان شكل البزنس كاردز الليتر هيدز كل الحاجات المطبوعة الخاصة بالشركة دي كلها هو المصمم ده هو اللي بيعملها كمان برضو بيقدر ان هو يصمم الباكتجينج بتاع الشركات المختلفة وبيحط التايبوجروفي او الخطوط المناسبة بيعمل كل حاجة خاصة بالهوية البصرية هوية الشركة البصرية في كل حتة هو اللي بيصمم الكلام بايب عشان ابقى مصمم لوجوهات او visual identity designer او مصمم هوية بصرية هتعلم برامج ايه رقم واحد برنامج Adobe Illustrator بشكل اساسي رقم اتنين برنامج Adobe Photoshop عشان اقدر ان انا اخرج عليه بعض الحاجات زي الموكبس يعني انا دلوقتي لما بعمل اللوجو وبحتاج ان انا اوريري العميل في شكل نهائي فبعمل الكلام ده على برنامج Photoshop اهم المصادر المجانية لتعلم البرامج رقم واحد برنامج Illustrator استاذ قناة الاستاذ محمد خيال عليها كورس كامل برنامج Adobe Illustrator من الصفر طبعا هسيب لكم كل اللينكات وكل الماتيريال زي بنتكلم عنها في الحلقة دي كلها في وقدر تحفظها وتخليها مرجع ليك بشكل عامل وكمان في قناة الاستاذ محمد خيال هتلقى اكتر من كورس زي مثلا كورس التصميم التجاري والاعلاني وفيه بيعرفك ازاي تعمل Business Cards, Letterhead, Envelopes وحاجات كتير من اللي هتحتاجها لو انت تتخصص في مجال تصميم الهوية البصرية رقم اتنين قناة الاستاذ نور حمصي وقناة فيها اكتر من بلايليست لتعليم برنامج Illustrator وكمان هتلقى فيه كذا بلايليست لتعلم تصميم الشعارات والهوية البصرية بشكل عام الجزء الاكاديمي ورا الموضوع لان زي ما انتم عارفين مش بس البرنامج هو اللي هيخليك ديزاينر او هيخليك مثلا لوجو ديزاينر فيه حاجات مهمة جدا اساسيات فنية لازم تعلمها فاستاذ نور حمصي بيعلمك ازاي تصمم شعار حتى ولو على برنامج الرسام المجال رقم اتنين معانا هو مجال الماركتينج أدفيرتايزنج ديزاينر او مصمم الدعاية والاعلان وده بيعمل ايه بقى CD اكتب عندك تصميم بسطرات مطبوعة وديجيطر تصميم فلايرات تصميم انفو جرافيك تصميم البوك كوفرز تصميم الاعلانات البيل بوردس اللي بنلاقيها على الطرق الكبيرة تصميم البروشورز المطبوعة والديجيطر تصميم التشيرتات والمينيوز واغلفة السيارات وحاجات تانية كتير واخيرا تصميم اعلانات السوشيال ميديا اللي بقى مهمة جدا لفترة الاخيرة وبقى عليه طلب كبير جدا لان مفيش شركة دلوقتي بتبدأ البزنس بتاعها الا وبتعمل سوشيال ميديا اكاونتس وبالتالي محتاجين ديزاينرز عشان يعملو لهم التصميمات اللي هتنزل على الصفحات بتاعتهم فده يعتبر من اهم المجالات المطلوبة في الوقت الحالي ليك كديزاينر ومن اكتر الحاجات برضو الممتعة وهنا بقى في مجال الدعاية والاعلان هتحتاج اكتر من برنامج اولهم وعلى رأسهم برنامج الفوتوشوب رقم اتنين برنامج الالستريتور رقم تلاتة برنامج اندزاين دول التلات برامج الاساسيين اللي هيأهلوك انك تشتغل في اي شركة او في ايجنسي او حتى لو ما عندكش اندزاين على حسب طبيعة الشغل ولكن في برنامجين تانين هيبقى اضافة قوية جدا ليك ويخلك تفرق تماما عن المصاممين تانين وهم رقم واحد برنامج سينيما فور دي انك تتعلم برنامج سري دي هيدفلك كتير جدا في مجال تصميم الاعلانات خصوصا لانك ساعات كتير جدا بتبقى محتاج ستوكس او صور معينة مش موجودة اونلاين فانت تقدر تعملها بالزاوية اللي انت عاوزها في برنامج سري دي والبرنامج التاني وهو برنامج افتر افكتس مش مطلوب انك تبقى عارف كل البرنامج وكل التولز بتاعته ولكن مهم انك تبقى عارف اساسيات البرنامج عشان فيه احيان كتير بتطلب منك انك تعمل جي اي افس او الصور اللي هي بتبقى متحركة على السوشيال ميديا التصميمات السوشيال ميديا بتبقى متحركة بشكل معين او بانرز على الويب سايتز حتى بتبقى تحريك بسيط فلو قدرت انك تعمل ده فهيبقى اضافة كبيرة ليه نخش بقى على المصادر شنتعلم كل برنامج من البرامج دي اول حاجة برنامج الفوتشوب واول مصدر معانا هو قناة نور ديزاين قناة الشخصية على اليوتيوب هتلقى في القناة هنا عندي كورس تعلم الفوتشوب للمبتدئين بشكل عملي بحيث ان انا بعلمك شوية الادوات في كل حلقة وبعلمك ازاي تنفذ بيها ديزاين في اخر الحلقة كمان هتلقى في الشانل هنا كورس تعلم تصميمات السوشيال ميديا في الكورس ده حوالي عشرين فيديو بشرح لك فيهم تصميمات سوشيال ميديا من البداية خالص للنهاية كل حلقة حوالي ساعة او اقل من ساعة بشوية كمان هتلقى في بلاي لست خاصة بدروس متقدمة في الفوتشوب بحاول معاك فيها ان اطبق تكنيكس متقدمة شوية في الفوتشوب واستخدم الادوات بشكل مختلف عشان تطلع لنا نتائج مختلفة حاجة كمان مهمة جدا بالذات في تصميمات الاعلانات وهي مهارة انك تقدر تعمل تصميم مانيبيوليشن او تصميم دمج ما بين صور مختلفة وهتلقى في الاتشانل برضو سلسلة بتعلمك اساسيات المانيبيوليشن اساسيات الضق والظل واساسيات تصحيح الالوان وكل الحاجات اللي هتفيدك في تعلم دمج الصور عشان تقدر تطلع باعلان شكله احترافي ودقيق المصدر التاني اللي هتقدر تتعلم في البرامج اللي احنا قلنا عليها هو قناة استاذ مصطفى مكرم هتلقى عليها كورس لكل برنامج هتلقى عليها كورس للفوتشوب هتلقى عليها كورس الإلستريتر وكورس المنتاج حتى وكورس السينيما كلها كورسات تقدر ان тебе تعتمد عليها بشكل اساسي انها تحط رجلك في المجال بشكل مختصر وقوي جدا وطبعا زي ما قلنا برنامج إلستريتر هتقدر برضو تلقى علي قناة استاذ محمد خيال كورس كامل لتعلم برنامج الإلستريتر ومن احسن الكورسات الموجودة في المحتوى العربي كمان هتلقى في قناة استاذ محمد خيال كورس كامل لتعلم برنامج اندزاين بس كده وهتلقى في كذا بليليست بتعرفك دروس متقدمة في برنامج انتزاين التعامل مع الملفات التفاعلية وحاجات حلوة كتيرة جدا وبرنامج السينما فورد دي قناة أستاذ مصطفى مكرم برنامج أستر فيكس قناة أستاذ مصطفى مكرم المجال التالت معنا وهو مجال الموشن جرافيكس مجال الموشن جرافيكس من أكتر المجالات المطلوبة حاليا وده لأن تكلفة الإعلانات الموشن جرافيكس بتبقى في الأغلب أقل بكتير جدا من تكلفة الإعلانات التقليدية فبالتالي الشركات بتلجأ للموشن جرافيكس عشان تعمل فيديوهات تعريفية عنها وبالشكل اللي هم عاوزينه بالزبط وبتأدي الغرض في النهاية والموشن جرافيكس ديزاينر بيعمل ايه بالزبط؟ رقم واحد بيعمل فيديوهات موشن جرافيكس كاملة رقم اثنين بيعمل لجوهات أنيميتد أو تحريك الشعارات بشكل عام ما هو الموشن جرافيكس ديزاينر بيحرك اي حاجة كمان بيقدر ان هو يعمل تأثيرات على الفيديوهات بتشرح لك حاجات كتير جدا زي ان حاجة بتخرج لك من اليمين حاجة بتخرج لك من الشمال عشان تكون حاجات توضيحية اكتر للفيديوهات بتاعتك البرامج المستخدمة في الموشن جرافيكس على رأسهم برنامج ادوبي افتر افكتس وبرنامج الالوستريتور عشان بترسم عليه في البداية وبعد كده بتحرك الكلام ده على الافتر افكتس وساعت بنستخدم برنامج الفوتشوب عشان نعمل تصميمات وبعد كده نحركها على الافتر افكتس واحيانا واضافة كبيرة جدا برضو للموشن جرافيكس برنامج السينما فور دي هو برنامج 3 دي وفيه طوافق كبير ما بينه وما بين برنامج الافتر افكتس مهم المصادر عشان تتعلم برنامج الافتر افكتس رقم واحد كورس على قناة مصطفى مكرم رقم اتنين كورس على قناة محمد زأزوء واللي بيميز الكورس على قناة محمد زأزوء هو ان هو اصلا شغال ومتخصص في الموشن جرافيكس فهيبقى اكتر حد فاهم ازاي يشرح لك الادا دي عشان تشتغل بها موشن جرافيكس وهتوضح لك ازاي تدخل في المجال قناة اللي بعد كده قناة سوني ديزاينر هتلقى فيها محتوى مفيد جدا وتطبيقات عملية كتير جدا بتوضح لك ازاي تعمل حاجات معينة في الموشن جرافيكس كمان لكورس كامل للموشن جرافيكس على القناة بتاعته المجال رقم اربعة معنا هو او تصميم وجهات المستخدم وده بيعمل ايه يا سيدي رقم واحد صفحات الويب سايتس المختلفة بيعمل تصميم الخارجي للصفحات مش الكودينج او البرمجة اللي ورى الويب سايت بيعمل تصميم الخارجي بس رقم اتنين بيعمل تصميم الخارجي للموبايل ابس او تصميم الواجهات بتاعت الموبايل ابس بيعمل الشكل الخارجي للأبليكيشنز وساعات بيصمم الجيم انترفيسز او السكرينز المختلفة للالعاب هو اللي بيصممها اليو ايو ايو ايكس ديزاين من اكتر المجالات المطلوبة حاليها بشكل كبير جدا وده بديه جدا لان شركات كتيرة دلوقتي بقت رايحة لاتجاه الموبايل ابليكيشنز والبوب سايت المختلفة عشان تسهل على الناس حياتها عن طريق الخدمات المختلفة اللي بيقدموها عن طريق الموبايل ابليكيشنز ايه البرامج اللي انا محتاجة اتعلمها عشان ابتدي في مجال اليو اي ايو اكس ديزاين رقم واحد ادوبي اكس دي رقم اتنين برنامج سكيتش على الماك رقم تلاتة برنامج فيجمة رقم اربعة ساعات واحيانا كتير بتحتاج برنامج الفوتشوب عشان تعمل الديزاينز بتاعت البانرز المختلفة اللي هتحطها في اليوزر انترفيس بتاعتك بل وان في بعض الناس بتصمم الوجهات كلها على الفوتشوب ولكن دي كان الطريقة دي مش وقت نخش على المصادر عشان نتعلم البرامج المختلفة رقم واحد برنامج اكس دي قناة الاستاذ محمد شلتوت عليها كورس كامل لتعلم برنامج الادوبي اكس دي رقم اتنين قناة علاء درويش هتلقى برضو عليها كورس كامل لتعلم برنامج الاكس دي وتقدر ان انت تشوف الكورسين وتحدد ايه اللي هيكون مناسب ليك ويه اللي انت هتحب تكمل فيه اكتر رقم اتنين برنامج في كورس كامل على قناة بارب ماج هتلقى برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن زي ما قلتلكم كل الماتيريالز اللي احنا بنتكلم عنها هتلقى اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن وتقدر ان انت تسايفها وتخليها ريفرانس ليك طبعا برنامج سكيتش ملقتلوش محتوى عربي كفاية اولا ان هو بيستخدم بشكل اساسي على الماك حتى انت ممكن تلقى عنه محتوى بشكل اجنبي لكن انا ما شفتش محتوى بشكل عربي يعني يكون مضبوط رقم خمسة وهو مجال المونتاج او الفيديو مجال ده باختصار بيعمل ايه بيعمل المونتاج لكل الفيديوهات اللي انت بتشوفها على التلفزيون سواء فيديوهات سواء افلام سواء مسلسلات سواء برامج اي منتاج او تقطيع في الفيديوهات عشان توصل لفيديو نهائي اللي انت بتتفرج عليه ده او حتى الفيديو اللي انت تتفرج عليه دلوقتي حالا معايا فده اسمه المونتاج اللي هو تقطيع الفيديوهات عشان تحطها في تسلسل معين بيحكي قصة معينة او بيوصل رسالة معينة. وعشان تعلم المنتاج محتاج تتعلم برنامج ادوبي بريمير برو او برنامج فاينال كات على نظام ماك او برنامج دافينجي ريزولف. وفي الحالات دي دايما بنلجأ لقناة الستاذ مصطفى مكرم هتلقى عليها كورس كامل لتعلم برنامج ادوبي بريمير كورس كامل لتعلم برنامج دافينجي ريزولف وتكنيكس مختلفة هتلقاها على الشانل. وكمان هتحتاج برنامج ادوبي افتر افكتس لاضافة بعض التأثيرات على الفيديوهات بتاعتك. والمجال السادس معانا ومجال 3D. ومجال 3D مجال كبير جدا ومتشعب جدا وواسع. بيبتدي من تصميم بعض الاعلانات لتصميم بعض البروتو تايبز واشكال للمنتجات. تصميم الالعاب اللي فيها حاجات 3D. لتصميم المعماري لتصميم الافلام الانيميشن. حاجات كتير جدا متشعبة في مجال 3D. ولكن في برامج اساسية ممكن ان انت تبدأ بيها لو حابب تقود في مجال 3D. عشان تكون لك وتبتدي تتعمق في المجال. رقم واحد برنامج 3D ماكس ومتميز اكتر في الشغل المعماري. الانتريور والاكستريور ديزاين. تصميم الداخلي والخارجي. وبرضه تقدر تعمل عليه اي تصميم 3D معين. وبيميزه كمان ان هو متكامل مع برنامج الاوتوكاد. بتعمل التصميم الهندسي على الاوتوكاد. بعد كده تقدر تبعاته على 3D ماكس وتقدر تعمل التصميم المعماري. رقم اتنين برنامج اوتو ديسك مايا. وهو متخصص اكتر في عمل الفيديوهات 3D انيميشن. والكاركتر انيميشن. رقم تلاتة برنامج السينما فور دي. وبيستخدم بشكل اساسي في تصميم الاعلانات 3D او في تصميم الموشن جرافيكس بشكل اساسي. وبرضه في تصميمات الادفيرتايزنج او الاعلانات المختلفة يعني. كل برنامج في اللي احنا قلنا لهم دول في برامج 3D. يقدر يعمل الحاجات اللي البرامج التانية بتعملها. ولكن كل برنامج منهم معروف باستخدام معامل الاستخدامات اللي احنا قلنا عليه. طيب المصادر اللي انا اقدر اتعلم منها 3D. رقم واحد زي ما احنا قلنا قبل كده. سينما فور دي. قناة مصطفى مكرم. برنامج 3D ماكس وبرنامج الاوتو ديسك مايا. هتلقى في قناة هتلقى كورس كامل لتعلم البرنامج 3D ماكس. وهتلقى كورس كامل لتعلم برنامج المايا بلاي لس كاملة. هتقدر ان انت تتابع معها وتبتدي في المجال. وفي مجالات تانية تابعة المجال الجرافيك تقدر ان انت تشتغل فيها زي مثلا المجال الكونسبت ارت ان انت تبقى كونسبت ارتز بتعمل كونسبت او مشاهد معينة للمسلا تستخدم بعد كده في فيلم معين. وكمان مجال ان انت تشتغل رسام او في شركات ان انت بترسم رسم ممكن ان انت تقدر تحرك الرسم ده بعد كده على ادوبي افتر ايفكس بتعمل في فيديوات الموشن جرافيكس يعني فيه ساعات بيبقى فيه وفيه انيميتور. هما الاتنين بيشتغلوا على فيديو واحد عشان يطلعوه في النهاية. المجالات اللي ازاي دي بتبقى محتاجة اكتر مهارات في الرسم وفي التخيل وفي الاحساس الفني اكتر منها برامج ولكن البرامج الاساسيات مش تعاليها في المجالات دي. هي برنامج الفوتشوب ويلستريتور. وزي ما قلت لكم هتلقوا كورسات كاملة لها في المصادر اللي في الديسكريبشن. وفيه قناة اسمها عطل فني. حفظوا الاسم ده. هتلقى عليها اكتر من بودكاست لناس شغالين فعلا في المجالات اللي هي علاقة بالرسم. تقدر ان انت تسمع الناس دي كلها بتتكلم في ايه? ايه المهارات اللي انت لازم تكتسبها عشان تدخل في مجال معين سواء الرسم سواء سواء وخلافه. قناة دي اسمها عطل فني. وهتفيدك جدا لانها من ناس يشغالين في المجال. ووس كده دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. وزي ما قلت لكم هتلقوا في الديسكريبشن كل المصادر اللي اتكلمنا عنها في الحلقة دي تقدر انت تحفظها. وتسايفها دي كريفرنس بعد كده. ووس كده لو عاجبوا الفيديو بتنساش تعمل لايك. وضو السبسكرايب. وضو سعر الزر الجرس عشان ما يفتكش كل جديد. واستنون ان شاء الله في حلقات جاية قوية جدا جدا جدا. كان معكم محمد علي. سلام.